موسيقى الحمد لله وكفاء والسلام على عبادي الذين اصطفوا لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوة الكرام نستهل في هذه الحلقة الكلام على ما بينا من تقريب أحكام الصيام للناس في هذا الشهر المبارك نسأل الله على أن يكون مغفرة لما مضى من الذنوب والسيئات والزلات والسقطات وأن يرفعنا ويرفع عنا ونسأل الله على أن يعمى الخير على الجميع قلنا الشفعية قالوا كل بلدة إذا رأت الإلال واجب عليها الصيام والبلدة التي تتفق معها في مطلع الهلال فالمجاور له حكم المجاور فيكون حكمها حكم هذه البلدة واحتجوا بحديث كريب وأن ابن عباس لما رأى كريب هلال رمضان في الشام قبل ليلة الجمعة وابن عباس في المدينة رأى الهلال ليلة السبت فقال له ألا تأخذ برؤية أهل الشام قال له هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما نرى في البلدة التي نحن فيها نصوم أو لا يجب علينا الصيام وقد قال بعض العلمان هناك قول ثالث أن المسألة ترجع إلى الإمام لكن أظهر القولين كما قلنا في المسألة المسألة هو قول الشفعية وأن كل بلدة هي خاصة برؤيتها والبلد التي تتفق معها في مطلع الهلال هذه حكمها هذا عند رؤية الهلال لقول الله لفعلها فمن شهد منكم الشهر فليصم من المسائل المهمة التي لا بد من الكلام عليها تقريبا لأحكام الصيام لجميع وعامة الناس هو أنواع الصيام أنواع الصيام الصيام له أنواع ثلاثة أو قل أنواع أربعة أهم أنواع الصيام أو النوع الأول هو الصوم الواجب الصوم الواجب والصوم الواجب له مراتب ثلاثة المرتبة الأولى هو أعظم أنواع الصوم الواجب وهو ركن الإسلام هو صوم رمضان وهو الصوم المتعلق بالزمان الصوم المتعلق بالزمان كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس يا بينات من الهدى والفرخان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا أعظمه عند الله جل في علاء إذن القاعدة عند العلماء أن الواجبات أحب وأعظم أجرا عند الله من المستحبات كما في الحديث القدسي عن رب العزة جل في علاء أنه قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترطته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافلة حتى أحبه أحب إلي مما افترطته فالفرض هو الأعظم أجرا وهو الأحب إلى الله وكما جاء الرجل في الصحيحين سائر الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام ولما ذكر له الصوم قال هل علي غيره قال لا قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو في الرواء الأخرى قال دخل الجنة إن صدق فأعظمه هو صيام رمضان ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر من أركان الإسلام صيام رمضان النوع الثاني من أنواع المرتبة الثانية من النوع الأول وهو الصوم الواجب الكفارات ككفارة اليمين من حلف على شيء فلم يفعله يحنس فعليه كفارة اليمين لقول الله جل في علاء لا يؤخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريب رقبة فمن لم يدد فصيام ثلاثة أيام وهذا أصل في الصيام يعدل به إن لم يكن من أهل الإطعام أو الكسوة لأن العطق في هذا الزمان نضر فعليه صيام ثلاثة أيام وأيضا كفارة الظهار فكفارة الظهار صيام صيام شهرين متتابعين لا انقطاع فيهما إذا قال الرجل لمرأتي أنت عليك ظهر أمي أو أختي قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبة من قبل أي تماثة ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي تماثة وأيضا كفارة الأذى في الحج بأن الله تعالى قال ولا تحرق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فهو عندما يلبس الأحرام يحرم عليه قص الشعر لكن جاء كعب بن عجرة للنبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهه وكان نسلم منعه من الحلق قال ما كنت أرى أو ما كنت أرى أن الوجع قد بلغ أو الجهد بلغ بك ما بلغ فقال اعتق رقبة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام احلق رأسك قال وصم ثلاثة أيام هذه أيضا كفارة الأذى فهو صيام واجب هذا النوع الأول النوع الثاني هو الصيام المتطوع والتطوع وصيام التطوع جميل جدا عظيم جدا رفيع صاحبه الدردات عند رب الأرض والسماوات لا سيام أنه يظهر صدق العبودية لله اللي في علاه وانت ترى في كل عبادة لها سنة قبلية وسنة بعدية والسنة القبلية لرمضان هو صيام شعبان كما قالت عائشة رضي الله عن أرضها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أو قالت كان يغلب عليه أن يصوم شعبان أكملوا أو قالت أغلبوا وما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان فالصيام الثاني وصيام التطوع وهو النافلة وهو أعظم الأفعال بعد الواجبات عند رب الأرض والسماوات قال الله جل في علاه فمن تطوع خيرا فهو خير له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ولا يزال عبدي هذه نوع ولاية أو إظهار الولاية من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليه عبدي بأحب إليه مما افتلطته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافلة حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به وهاده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وأنا ترددت في شيء أنا فاعله تردد في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته إن شاء الله في الحق القادمة نبين صوم النفل الذي يكون في السنة البعدية حتى لصيام رمضان أقول قولي هذا وأستغفر الله ليه لكم ورزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة